ما الخلافات بين الحكومة والمعارضة التي جعلت عقد الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية أمراً مستحيلاً بحسب بادرسن تحياتي لك والأستاذ المشاهدين هناك ملاحظة من موسكو بأن جنيف لم تعود محايدة ولم تعود مكاناً لعقد هذه الاجتماعات لأنها تتدخل في الحرب الروسية الأوكرانية والتصريحات النارية التي أطلقها بعض المسؤولين السويسريين ضد موسكو سمعنا لاثروف يتحدث عن هذا الموضوع وأن جنيف لم تعود محايدة وتعرف بأن جنيف كانت محايدة منذ عام 1815 يعني في مؤتمر فيينا اليوم يعني بعد كل هذا الطريق طويل من الحياد يعني أصبحت للأسف يعني جنيف كانت محايدة هذا من أحد العوامل العوامل الأخرى أعتقد بأن الخلافات التركية الروسية أيضاً أثرت على انعقاد الجولة الدستورية وأيضاً يعني العدوان التركي المستمر على سوريا والتهديد بعملية عسكرية ضد سوريا وتعرف يعني أن اللجنة الدستورية للأسف يعني أن تركيا تهيمن على المعارضة على الجناح المعارضة النصف اللجنة الدستورية الذي يعني هي 150 عضو تهيمن تركيا على حوالي 75 وهذا أنا برأي يعني هذا مقتل لما يسمى اللجنة الدستورية يعني سمعنا تصريحات من الرئيس الأسد بأنه لا يمكن أن يكتب الدستور في الخارج ولا يمكن أن تكون دولة أخرى يعني تحت الأراضي سوريا يعني مشاركة في هذه العملية ولذلك أعتقد يعني أن اللجنة الدستورية لن تفلح في الوصول إلى أي شيء وأعتقد بأن في حال تم الحل السياسي من الداخل يجب أن يكون الاجتماعات في دمشن ويتفق على دستور معين ومن ثم يكون هناك استفتاء من الشعب السوري على هذا الدستور ولذلك أعتقد بأن العملية الدستورية ليست إلا إطالة للوقت وليست إلا تضييع للوقت وليست إلا يعني نوع من المجاملات ما بين الدول يعني ما يسمى مسار أسيدان ولكن سيد غسان ما الذي سيترتب على عدم عقد هذه الجلسة؟ لن يترتب أي شيء ربما تؤجل ربما تعقد في أسيتانا يعني في نور سلطان كما هي جولات أسيتانا أعتقد يعني ولكن يعني هل تقبل الأطراف الأخرى؟ أعتقد أن سوريا وتركيا وليست لديها مشكلة مع كزاخستان ولا روسيا ولا إيران لذلك ممكن أن تنقل هذه المحادثات إلى نور سلطان أو أن تؤجل إلى حتى يتضح مصير ما يسمى العملية العسكرية التركية أو العدوان التركي على سوريا أو التهديدات التركية المستمرة يعني تسمع أردو كان يقول سنهجم بالليل سنفاجئهم سنقوم بعملية عسكرية نتمنى يعني نحن لسنا نحتاج إلى موافقة أحد على كلها يعني في يوم التاسع عشر من هذا الشهر هناك قمة لدول أسيتانا في طهران سينتج عنها ربما الحلط عقد اللجنة الدستورية وأيضا ما يسمى العملية العسكرية التركية العدوان التركي على سوريا بعد هذه القمة سيكون هناك ربما خارط الطريق لمسار الأحداث في سوريا طيب ولكن سيد غسان هل هناك بدائل عن عقد هذه الجلسة؟ هل هناك مسارات أخرى؟ طبعا يعني تعرف أن هناك مسار أسيتانا يعني حتى الآن ما زال مستمرا ولكن يعني لا أعتقد بأن يعني هذه اللجنة في حال إذا لم تعقد أنها ستكون هي الأخيرة لا كما قلت لك ستحاول الأطراف أن تتمسك يعني بهذه اللجنة الدستورية لأنها هي يعني الوسيلة الوحيدة التي ما زالت ما بين المعارضة والدولة السورية خصوصا يعني أن المعارضة لم يبقى لها شيء لتفاوض عليه وأنها يعني أصبحت محسوبة على دول أخرى ودول محتلة لأراضي سورية أصبح موقفها ضعيفا يعني حتى الآن يعني المعارضة أو ما يسمى فريق المعارضة في اللجنة الدستورية لا يعتبر مثلا للوجود التركي في سوريا احتلالا لا يعتبر مثلا هناك احتلال أمريكي لا يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا أيضا لا يدين مثلا أن يكون هناك في إدلب جبهة النصرة والقاعدة وبقايا داعش وتعرف يعني سلاس قادة لداعش قتلوا في المنطقة التي تحميها تركيا يعني الوضع معقد جدا خصوصا أن المعارضة يعني هي تتكل على هذه المنظمات الراديكالية الإرهابية ولا تدين أفعالها وأيضا يعني هي تحتمي تحتمي زلة التركي وأيضا بما يسمى الجيش الوطني وهو عبارة عن مرتزفة شكلته تركيا أيضا إذا ما أضفنا إلى ذلك أن الجولاني هو من يسيطر على جزء كبير من المناطق التي تحتلها التركية طيب ولكن سيدة غسامة أليست هناك تخوفات من أن يؤدي عدم انعقاد هذه الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية أليست هناك خشية من أن يؤثر في المصارات السياسية الأخرى أنا لا أعتقد أنه سيؤثر حتى لو لم تعقد هذه الجولة أو حتى لو توقفت أعمال اللجنة الدستورية لسبب وحيد وهو أن هناك مسار أستانة يعني الدول الفاعلة في سوريا طبعا باستثناء الولايات المتحدة التي تدعم قصد يعني قصد غير مشاركة في اللجنة الدستورية الحل يعني هو سياسي ولكن في حال كان هناك حل سياسي لابد من اتثاق الدول الفاعلة في سوريا المتدخلة في سوريا التي يعني لديها قوى على الأرض تدعمها يعني حتى الآن مثلا الولايات المتحدة تدعم قصد تركيا تدعم كما قلت لك المجموعات الارهابية قطر ترسل رواتب هؤلاء وتسلحهم لذلك أعتقد بأن قطع رأس الأفعى هو الحل السياسي يعني عندما تتوقف هذه الدول عن التدخل في الشأن السوري أعتقد ليس هناك مشكلة بين السوريين ولكن المشكلة خارجية وكما قلت لك رأس الأفعى هو التدخل الأمريكي القطري ودعم المجموعات الراديكيالية الإرهابية المتواجدة في المناطق التي تحميها تركيا طيب سيد غسام جير بادرسون أكد على أهمية أن تحمي جميع الأطراف عملية التسوية في سوريا ما هي المهام أو المسؤوليات الملقاة على عاتق كل طرف هنا لنبدأ بيئة داخل السوري الحكومة والمعارضة يعني أنا أقول لك بأن الدولة السورية مدت يدها كثيرا للمعارضة وحاولت يعني أن يكون هناك جولات في جنيف وأن يكون هناك جولات في اللجنة الدستورية وفي مسار أستانا على الرغم من عدم قناعتها يعني بأن هذه معارضة يعني ودائما الدولة السورية تقول بأن هذه المعارضة مرتهنة للخارج ولكن في سبيل الوصول إلى حل سياسي في سبيل حقنا الدماء في سبيل أن يكون هناك سلام ووئام أن تتراجع هذه المعارضة عن احتمائها بالغطاء الخارجي حاولت الدولة السورية فعل كل شيء وكما قلت لك يعني على الرغم من قناعتها في الكثير من هذه الأمور أما بالنسبة للمعارضة فالأسف يعني معارضة مرتهنة لدول إقليمية ودول غربية يعني نعرف بأن عندما تصور عندما يذهب مثلا وفد المعارضة إلى جنيف يكون هناك وفد أمريكي يجتمع بهذا الوفد ويقوم بتلقينه أيضا يكون هناك وفد تركي أيضا يكون هناك وفد من الاتحاد الأوروبي وكل هؤلاء يتدخلون ويقولون لك بأنه يعني قرار الشعب السوري أين يعني هذا القرار إذا كانت هذه المعارضة تتلقى كل هذه الأملاءات يعني من هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر